موسيقى خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتنمية شمال سيناء الرئيس السيسي يوجه بالصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل يتسق مع أهمية وخصوصية سيناء الرئيس السيسي يبحث مع قيادة إيني لاستغلال الأمثل لموارد البلاد من الطاقة والشركة الإيطالية تعتزم دخل 7.7 مليار دولار استثمارات جديدة في مصر ومدبولي يستعرض الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة ويؤكد أن الأولوية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التسعى مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت البرانيج نفسكم إخبارات مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا لكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو وأصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الكيني أكد خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس السيسي في دوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقاتها كينيا مشيدا في هذا الصدد بدور مصر الفاعل على المستوى القري ومنوها إلى حرص كينيا على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لسيما الاستثمار والتبادر التجاري هذا وأشد رئيس السيسي من جانبه بالتطور المستمر في مصار العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا معربا عن تقديره لكينيا وشعبها وقيادتها ومشيرا إلى الأفاق الواسعة لتطور العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وأضف متحدث الرئاسة أن رئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لمواصلة التنسيق المشترك بشأن سبل مواجهة التحديات المختلفة وما يتصل بقضايا الأمن والتنمية في القارة الأفريقية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصيارة مصار تنموي متطور ومتكامل في محافظة شمال سيناء يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية ومحافظ شمال سيناء وخلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية تمنى الرئيس السيسي الشراكة الممتدة مع الشركة إيني معربا عن التطلع لمواصلة التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وعددا من كبار مسؤولي الشركة وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول وسروة المعدنية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس سمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة والشراكة الممتدة مع شركة إيني وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية معربا عن التطلع لمواصلة التعاون المثمري بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية من جانبه آرب رئيس شركة إيني عن اتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا مؤكدا الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الوعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر لسيما مع الاهتمام الذي تليه الدولة والسيد الرئيس شخصيا لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم العائد منه لمصر وهو ما أسفر عن تأسيس نموذج للنجاح ينظر إليه عالميا بتقدير وإعجاب وقد استعرض السيد ديسكالزي في هذا الإطار تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر التي تتم وفقا لأعلى معايير الكفاءة مشيرا إلى أن إني وشركاءها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر خلال الأربع سنوات المقبلة بقيمة 7.7 مليار دولار في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر كما استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستقوم بها الشركة وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكن إني من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول وأشار كذلك إلى التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة والمتعلقة بالتحول في الطاقة وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقعها في مارس عام 2023 كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء حيث وجه السيد الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل يتصق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربع مصر وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة كما اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بوذلت تأفي سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار بما يمهد طريقة لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بحزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعية التي وجه بها الرئيس السيسي وذلك لعرضه على مجلس الوزراء ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي مؤكدا أن الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير كما أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدولية لموقف كل قطعة أرض يتم تخصيصها للمشروعات الصناعية حتى تشغيل المصنع مشيرا إلى أن الدولة توفر حزمة محفزات غير مسبوقة وأوضح أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراض صناعية لها خلال عام يتمثل في 47 ألف فرصة عمل و41 مليار جنيه تكاليف استثمارية عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز أوجه التنمية المستدامة وخلال الاجتماع تم تأكيد على أن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات تضمنت إعداد المراجعات الطوعية المحلية وذلك بالنظر لأهمية هذه المراجعات في تقديم تقييم موضوعي لمدى تحقيق الأهداف المرجوة مع استعراض الإنجازات والتحديات كما تم التأكيد على أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تأتي على رأس جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي إن دعواتي للحوار الوطني تأتي من يقين رازخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانية التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الأراء ويجمع كل وجهات النصر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستوى اختتمت جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر وذلك بحضور واسع من الخبراء ومختلف أطياف المجتمع ونقشت لجنة الأحزاب السياسية على مدار جلستين قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة خلال جلسة واحدة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توفق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويخصص لكل محمر من محاور الحوار الوطني الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي يوم من الأيام المشار إليها قال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني علي الدين هلال إن أحد الإنجازات الحقيقية للحوار الوطني هو وجود لغة مشتركة بين الجميع وخلال الجلسة الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية أضف هلال أنه من الصعب تصور ديمقراطية سياسية في غياب حياة حزبية نشطة من جانبه أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان في تعقيب خلال الجلسة أن المصلحة المشتركة للجميع تتحقق بوجود أحزاب متعددة تتواجد معا وتحقق التكامل فيما بينها بمعنى سياسي فعلي مشيرا إلى أن وجود حزب أغلبية لا يعني إلغاء أحزاب الأقلية قال مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أحمد راغب قال إن حرية الرأي والتعبير تعد أداة أساسية من أدوات الرقابة والإصلاح والتقويم جاء ذلك في جلسة النقاشية الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وأضف راغب أن نقاشات اليوم تضمنت نوضعين الأول هو وسائل الإعلام وتعددها وحيادتها واستقلاليتها وثاني العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشوة العلانية مؤكدا أن جلسة اليوم هي الجلسة الخامسة للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وللمزيد من مقر عقادة الجلسات زميل مصطفى ميزار موفد التلفزون المصري وفان بهذه الرسالة انتهت المرحلة الأولى مشاهدين الكرام من جلسات الحوار الوطني وتم رفع توصيات المرحلة الأولى إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واليوم يستكمل النقاش حول قضيتين رئيسيتين في محوره السياسي الأولى متعلقة بدور الأحزاب السياسية الدمج السياسي ما بين الأحزاب الحوكمة الإدارية دور لجنة شؤون الأحزاب ودور لجنة الأحزاب السياسية في هذا الموضوع البحور الثاني متعلق بقانون الحريات العامة وحرية التعبير والرأي وإتاحة المعلومات من مصادرها المختلفة والمتنوعة وحرية الرأي وحرية الصحافة الحرية المسؤولة والكاملة التي لا تضر ولا تمس ثوابت الدولة المصرية وتحافظ على الأمن القومي للدولة المصرية الجلسات والنقاشات داخل أروقة جلسات الحوار الوطني تتميز بالشفافية المطلقة ولا خطوط حمراء داخل جلسات الحوار الوطني الكل مجمع على أن الدولة المصرية من حقها أن تتبوأ المكانة التي طليق بها وبتاريخها فالدولة المصرية جاءت أولا ثم جاء تاريخ ليكتب أمجاد الدول والأمم والشعوب لكن الدولة المصرية ضاربة بجدورها في أعماق التاريخ هذا ما أكد عليه الحضور داخل جلسات الحوار الوطني الكل هنا مجمع على أن الوطن والأمة المصرية تستحق أن تكون في مقدمة الأمم سواء من خلال سن تشريعات تسهل كافة الحقوق والواجبات وأيضا تحافظ على مكتسبات الدولة المصرية وتحافظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة والتي تكون بمثابة يد الزراع القوية والعون لإعادة البناء مرة أخرى للدولة المصرية أكد أن نائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريحات للتلفزيون المصري على ضرورة طرح قانون للأحزاب السياسية يتصق مع الجمهورية الجديدة يجب طرح قانون جديد للأحزاب السياسية يتصق مع فكر الجمهورية الجديدة ويعمل على تقوية دعائم الأحزاب وترصيق دعائمها وركائزها في الشارع المصر لن نصل إلى هذا الأمر إلا بقانون جديد لينظم عمل الأحزاب السياسية لن نصل لهذا الأمر إلا لو وضعنا عدد من الأليات الحاكمة لحوكمة الأحزاب السياسية من ناحية من ناحية تانية إعطاء وسائل لتمويل أنشطة الأحزاب أكبر من المتاحة في الوقت الحالي خلينا أقول لحضرتك إحنا كنا قبل 2011 الأحزاب السياسية في مصر كانت الدولة تقوم بدعمها من خلال موازنة لها سنويا في الوقت الحالي هذا الأمر غير مطروح بسبب التعديلات التي أجرت على القانون سنة 2011 فإحنا بنشوف أن أهمية عودة تمويل للدولة بعدد من الشروط إذا استوفاء أي حزب سياسي يتم تمويله من خلال موازنة الدولة أكد طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناي الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب في تصريحات للتلفزيون المصري أكد أنه مضى أكثر من 46 عاما على قانون الأحزاب مشيرا إلى أنه تم مناقشة تفعيل دور الأحزاب السياسية على أرض الواقع ناقش أكثر من قضية القضية الأولى هي عملية تفعيل دور الأحزاب السياسية على أرض الواقع هل هي مشكلتها مشكلة موارد فلابد أن يعاد النظر في تمويل أو مساعدة الدولة لدعم الأحزاب لأنه في طبعا عليها نافقات كبيرة وإحنا مش عايزين يبقى الأحزاب قاسرة على رجال الأعمال والأخر ولكن لكل أطياف المجتمع المصري الأمر الثاني بنتكلم عن الحوكمة طبعا الأحزاب السياسية فيها حوكنا عن طريق جهاز المركز المحسابات عايزين نعدد أنشطة الأحزاب السياسية عايزين نعيد الأحزاب السياسية لكل نشاطها السياسي هو المقدم وليس نشاط خدمي لأن نشاط خدمي دايما تبقى الجامعات الأهلية أيضا بنأكد على أهمية استمرار لجنة شؤون الأحزاب وأن تكون لجنة قضائية كما هي بس نقويها نزود عددها نزود إمكانياتها حتى تستطيع أن تقوم بهذا العمل المهم نحن طبعا النهاردة قضية الدمج نقول والله في العالم كله دايما أحزاب يمين أحزاب يصار أحزاب وسط نحن نقول لا ممكن أحزاب يمين أحزاب وسط أحزاب يصار أحزاب يمين وسط أحزاب يصار الوسط أكد عمر درويش عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريحات للتلفزيون المصري أن قانون الأحزاب السياسية لا يحتاج إلى تغيرات جوهرية ولكن عدد من النقاط التي تساهم في دعم الحياة الحزبية جلسة في منتهى الأهمية لأنها مرتبطة به الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة خلينا نقول الحياة كان طبعا النقاشات مثمرة جدا نحن طبعا بمثمن وجود كل الأطلاف السياسية والتيارات بمختلف الأيديولوجيات موجودة في هذه الجلسة لكن هو تحديدا أنا ما يهمني في هذا الموضوع في تقدير الشخصي أن طبعا قانون الأحزاب السياسية يعني مش محتاج إلى تعديلات جوهرية قد تكون يعني تعديلات طفيفة جدا لا تمس صلب القانون لكن يعني القيمة الأكبر في مسألة الممارسة السياسية هنا وقدرة الأحزاب السياسية هي تكون موجودة على الأرض الواقع أعتقد أن ده محور مهم جدا يعني حيطرح النهاردة فيه النقاشات وحيكون له طبعا وقت كبير جدا لأن هي المسألة هنا مرتبطة بمسألة يعني هل تستطيع الأحزاب السياسية أن تكون قادرة على تمثيل المجتمع المصري ولا لا شددت جهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر في تصريحات التلفزيون المصري على الدور الكبير للحوار الوطني في جمع كل السياسيين لتبادل الرؤى المختلفة مشيرة إلى أنه يكون هناك اختلافات في الرأي ولكن الجميع متفق على حب مصر الحوار الوطني يعني أضاف شيء مهم جدا أن احنا نجتمع كرؤساء أحزاب ونتقابل ممكن ما بنتقابلش كتير ولكن الحوار الوطني يخل جمع كل السياسيين مصر أن هم يتقابلوا ثم يتبادلوا الرؤى المختلفة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي النهاردة المحور السياسي كان حافل جدا ويمكن أنت كنت موجود وشفت يعني فيه مشادات ومشحنات ولكن زي ما أنت قلت أن الخلاف لا يبسد للوطن قضية كلنا هنتفق جميعا على حب هذا الوطن كلنا النهاردة جايين متفقين أن احنا نطلع بتوصيات همة جدا توفع للسيد رئيس الجمهورية وبالتالي يكون تنفذها على أرض الواقع سلس وسهل أنه ينفذ لو تكلمنا احنا حز مصر اكتوبر منوصي طبعا بالدمج ولكن هذا الدمج له أليات كثيرة جدا يجب أن تناقش جيدا حتى لا يحدث خلافات أو انشكاكات بين هذه الاندماجات وجه دكتور حسام صديق أمين عام مساعد الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن خلال تصريحات التلفزيون المصري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارة الحوار الوطني لإتاحة المشاركة في هذا الحوار مؤكدا أن الأحزاب السياسية يجب أن يكون لها دور فعال يشعر به المواطن وينعكسه على الدولة المصرية الأحزاب السياسية هي مقوم الرئيسي في الحياة السياسية في مصر ولها باع طويل ودور كبير في الحياة السياسية في الدولة المصرية بالنسبة لطاولة المناقشات النهاردة يعني ما حدش يختلف من جميع الحضور وجميع المشاركين في المناقشات أن الأحزاب السياسية يجب أن يكون لها دور قوي ودور فعال يشعر به المواطن المصري وينعكس بالإجابة على الدولة المصرية أكدت سوزان حرفي عضو مجلس أمناء كتلة الحوار في تصريحات التلفزيون المصري أكدت أن الحوار الوطني بحث إمكانية دعم الأحزاب السياسية للقيام بدورها مشيرة إلى أن البداية كانت مبشرة وأن الجميع يتحدث على ضرورة إجراء تعديل على قانون تنظيم الأحزاب السياسية البداية مبشرة جدا ولأنه الانفتاح اللي سمعنا نهاردة لو نستبعت الجلسات وما يقال فيها وأنه يبقى مجلس الأمناء كله بيتحدث عن مجال غير محدد في إطار تعديل أو تغيير القانون قانون أحزاب السياسية الحاكم من قانون 40 لسنة 77 بتعديلاته إنه كمان يتحدث عن إنه إصلاح الأحزاب لابد أنها تكون أحزاب قوية ويناقش ده مع المعارضة كان ممكن يقعد في قضى مغلقة كده مع أحزاب المولاء ويتكلم ويقول إن إحنا عايزين إننا نقوي الأحزاب دي وهي أحزاب ممكن تكون قوية بما فيها من دعم مالي ورجال أعمال بيمولوها أكد محمد سيف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريحات للتلفزيون المصري على أهمية تعزيز مشاركة الأحزاب بالحياة السياسية مشيرا إلى أهمية وجود آلية تسمح للأحزاب بأن يكون لها علاقة بالسلطة التنفيذية المقترح الجديد إن إحنا محتاجين يكون فيه آليات أوضح في تعديلات قانون رقم 40 لسنة 77 وفي تعديل ليحة مجلس النواب بشكل يسمح للتكتلات إن هي تشتغل بشكل أسهل تحت قبة البرلمان ويسمح للأحزاب السياسية إن تكون علاقتها بالسلطة التنفيذية سواء هي مشاركة في هذه السلطة يعني مشاركة في الحكومة أو خارج الحكومة من آليات الاتصال السياسي وتسكين كواديرها جوه هذه الوزارات تكون منصوص عليها قانونا بشكل واضح يسهل عملية التفاعل ما بين ما هو تنفيذي وما بين ما هو حزب أكد محمد صبري أمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن في تصريحات للتلفزيون المصري أكد أنه تمت مناقشة أربعة محاول رئيسية حول مباشرة الحقوق السياسية ولجنة شؤون الأحزاب والحوكمة الإدارية للأحزاب ودمج الأحزاب الحقيقة كان فيه أربعة محاول رئيسية بنتناقش فيها جوه في اللجنة أول حاجة هو قانون مباشرة حقوق السياسية وتاني موضوع هو لجنة شؤون الأحزاب وتالت حاجة هي الحوكمة الإدارية والمالية للأحزاب ورابع محور هو الدمج والاندماج بين الأحزاب تقالت طرح كتير جدا بين الأحزاب ونقدر نلخص بعض النقاط في الموضوع ده بالنسبة لقانون الأحزاب كان شبه اتفاق على احتياج تعرض التعديلات الخاصة به لزيادة فعلياته وحقيقة احنا في حزي مستعب الوطن قدمنا ورقة بعض هذه التعديلات بالنسبة لجنة شؤون الأحزاب كان فيه بعض الأراء بتقول إلغاء اللجنة وإنشاء مفوضية لكن معظم الأراء اتفاقت تقريبا على أن لجنة شؤون الأحزاب بتشكلها الحالي قضائي بيدي قوة أكتر واستقلال أكتر بحكم أن رئيس اللجنة هو نائب رئيس محكمة النوارد وعضاء كلهم من شيخ القضاء لكن احنا في حزي مستعب الوطن برضو أضفنا أن احنا محتاجين نزود فعاليتها ومسؤولياتها وبنقترح إضافة أمانة فنية تساعدها في أعمالها الإدارية واللوجستية بالنسبة لنضع الاندماج والدمج الاندماج هو أصلا حق طبيعي الأحزاب إنها ممكن تندمج مع بعض لكن في حالة الدمج أنا أعتقد أن محتاجين بعض الدراسة لأن في بعض الأحيان ممكن نخلي اللجنة شؤون الأحزاب تضع عتبة معينة لكل حزب في حالة أنه لم يحقق تمثيل معين في البرلمانات القادمة من تاريخ معين من تاريخ تأسيسه يتم دمج هذه الأحزاب مع بعض أكد طارق سعدان نقيب الإعلاميين عوض مجلس الشيوخ في تصريحات للتلفزيون المصري أن الدستور المصري يكفل حرية الرأي والتعبير لكل مواطن في مصر أرى أن الدستور المصري في مواده الحادية والسبعين وأيضا الثانية والسبعين والخمسة والستين وأيضا السابعة والستين كانت قد كفلت حرية الرأي والتعبير لكل مواطن مصري في أي وسيلة وبأي طريقة يريدها والمدة 72 تحدثت أيضا عن حرية الإبداع الأدبي والنقدي والفكري والفني كل هذا موجود في القانون وموجود أيضا في الدستور المصري أكد سعيد شارويد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية في تصريحات للتلفزيون المصري أكد أنه تمت مناقشة عملية دمج الأحزاب وتحالفها مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك قوانين تنظم دمج الأحزاب السياسية دمج الأحزاب وتحالفها وأعتقد أنا موجود نظري أنا كسعيد شارويد دمج الأحزاب وتحالفها لو نظم طبقا لقوانين معينة طالما أن الهدف واحد وهو الهدف هو الوطن الهدف من أصلحة الوطن يكون هناك بعض القوانين اللي تنظم العلاقة بين الأحزاب دي أعلن الجيش الروسي قصف مركز تحكم بالمسيرات ومستودع للأسلحة تابع القوات الأوكرانية في مقاطعة خرسون وقال المتحدث باسم القوات الروسية أنه تم تدمير مدفع أمريكي من طراز أم ثلاث سبعات بالقرب من منطقة إنجليتس في خرسون موضحا أن قواته نفذت أكثر من خمسين مهمة قتالية استهدفت مواقع القوات الأوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأضاف المتحدث الروسي أنه تم أيضا تدمير تجمعات للدبابات والمدرعات الأوكرانية في عدد من المناطق بالمقاطعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية تقدم وحداتها بمنطقة دونسيك مشيرة إلى صد القوات الروسية إلى خمس هجمات أوكرانية قرب بخموت كما أكدت الوزارة أنه تم استهداف تجمع لقوات الأوكرانية قرب بخموت مشيرة إلى تدمير خمسة مخازن لقذائف منظومات F200 ونقطة تمركز مؤقتة لقوات كيا في دونسيك ذكرت الشركة المشغلة لجسر القرم والمعينة من جانب روسيا أن حركة المرور عادت لطبيعتها بعد توقف قصير فيما لم تذكر سبب تعليق المرور يأتي ذلك فيما كان جسر القرم هدفا لهجمات متزايدة باستخدام الطائرات المسيرة جوا وبحرا في الشهور القليلة الماضية ترجمة نانسي قنقر حذرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو الصين من أن صبر الشركات الأمريكية بدأ ينفذ قائلة أن الشركات تريد تكافو للفرص وذكرت رايموندو أن الشركات الأمريكية تواجه تحديات جديدة من بينها فرض غرامات كبيرة وغير مبررة ومدهمة مقرها وكانت الولايات المتحدة والصين أكبر شركين تجاريين لكن واشنطن باتت تزيد من علاقتها التجارية حاليا مع كندا والمكسيك بينما تتجه بكين لتعزيز علاقتها مع دول جلوب شرق أسيا قال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي إن بلده ما زال بوزعها تحقيق نمو بنسبة واحد في المائة هذا العام برغم تراجع الإنتاج بالربع الثاني وظهرت بيانات أن النتجة المحلية الإجمالية الإيطالية تقلص بنسبة أربعة من عشر في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول كما انكمش قطاع تصنيع في أغسطس لخامس شهر ويقول خبراء إن هدف النمو البالغ 1.5% الذي وضعته إيطاليا للعام المقبل يواجه مصاعب متزايدة بسبب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة توقع وزير المالية البريطاني جيري ميحانت تراجع التدخم في المملكة المتحدة بمقدار نصف بنهاية عام 2023 وأكد هانت أن الضغط على ميزانيات الأسر سيبدأ بالتراجع مع تباطئ التدخم لافتا إلى أن جهوده لزيادة الإنتاج في قطاع العام ستعزز النمو ومن المتوقع انخفاض التدخم في بريطانيا إلى 5% بنهاية العام الجاري وهو نصف المستويات المسجلة في يناير الماضي دعا رئيس وزراء الهند نارندرا مودي الأمم المتحدة إلى الإصلاح بما يتماشى مع حقائق القرن الحادي والعشرين لضمان تمثيل الأصوات المهمة في المنظمة الدولية ويسعى مودي الذي يقود الدولة الأكثر سكانا بالعالم ويطمح لأن تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن دعا إلى تعزيز وضع بلاده ودعم قضاياها مثل تخفيف الديون غير المستدامة من خلال قمة مجموعة العشرين والتي تبدأ في التاسع من سبتمبر الجاري بنيودلهي التاسع مستمرة وتتابعون فيها الأسار هايكوي يتسبب في انقطاع كهرباء عن السكان في تايوان وصل الأسار هايكوي إلى اليابسة في شرق تايوان مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب الرياح عاتية وانقطاع كهرباء عن ألاف السكان في أول عصفة كبيرة تضرب الجزيرة منذ أربعة أعوام وأجلت السلطات أكثر من سبعة ألاف شخص من مناطق عالية الخطورة وألغت مئات الرحلات الجوية وأغلقت متاجر شرقي البلاد وأفدت السلطات بالتسجيل أكثر من أربعين إصابة جراء الإعصار منها إصابتان طفيفتان في مقاطعة هوالين الجبلية بعدما سقطت شجرة على سيارة ومن تايوان إلى إسبانيا حيث طلب رئيس بلدية مدريد من جميع السكان البقاء بالمنازل في ظل استعداد العاصمة الإسبانية لأمطار غزيرة وعواصف وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية التحذير الأقصى في مدريد وطليطلة وقادش ويعني تحذير الأقصى احتمال حدوث خطر شديد تسببت العواصف الرعدية الشديدة في حدوث فايضان شديد في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية وغمرت مياه الأمطار التي بلغ منسوبها عدة بوصات من الشوارع السكنية في المدينة الواقعة جنوب غربي الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة أثناء المجلس القومي لحقوق الإنسان على الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز الحريات جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس لإطلاق تقريره السنوي كما تناول المؤتمر دور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان وأليات تعاون المجلس مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية انطلقت فعليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية اتكلم عربي تحت شعار جزورنا المصرية وفي هذا الإطار تفقدت وزيرة الدولة للهجرة سوها جندي أجنحة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفستات يرافقها نحو 45 من أبناء المصريين حول العالم بهدف زرع القيم والتعزيز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة تواصل الدولة جهودها للحفاظ على تراث مصر الأثري والحضاري من خلال مشروعات الصيانة والترميم للمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية وفي هذا الإطار افتتح وزير السياحة والأثار ومحافظ قناء ديري مار جيرجس المجمع والأنباء بسانت أوس بمدينة نجادة جنوب محافظة قناء وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم فرحنين جدا بما تم اليوم من افتتاحات في هذا الدير في المرحلة الثانية من الترميمات لثلاث كنايس أثرية اتنين تم الترميم الإنشائي بتاعهم وهي كنيسة مار جيرجس اللي خلف مني دهيا على طول وكنيسة مار يحن المعمدان اللي على الشمالي ونواجف دلوقتي ودول بيتصلى فيهم حاليا يعني بنصلى فيهم الجدسات أما الكنيسة الجوهرة الغالية السمينة اللي هي تم تول انتهاء من ترميمها يمكن من أيام قليلة ويتم افتتاحها النهاردة بنشهد اعمال ترميم كنيسة الانبا بنت أوس ودير الشهيد مار جيرجس وده بيتم من خلال وزارة السياحة والأثار بالإضافة لاشتراك الكنيسة المصرية في وجود الانبا بيمن وطبعا كل ده في إطار زيادة وزدهار السياحة داخل مصر وخاصة السياحة الدينية لليها طبعا ناس كتير جدا بتحتم بها في ربوع العالم شاهدت مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد تنظيم زيارة عدد من طلاب المدارس إلى معبد هيبس وتهدف الزيارة تعريف الطلاب بالوصائل المكتوبة على جدران المعبد من ليس له تاريخ ليس له حاضر تاريخنا موجود على الأثار أثار الوادي الجديد خاصة في معبد هيبس شامل عدد كبير من الأخلاقيات المعاني احنا النهاردة ركزنا على أخلاق المصر القديم على الجدران ده درس متواجد معنا بالصفة التانية الابتدائية الفصل الدراسة التانية إن شاء الله بحثنا عنه بمدة سبعة شهور لغاية مواجدنا الحدث فين موجود طبعا الحمد لله ان احنا متواجدين النهاردة مع عدد من مدارس إدارة الخارجة أولاد كثير وأولاد أموره معلمين معبد هيبس هو أهم المعابد المصرية في ألوحات والصحراء الغربية بأسرها معبد هيبس رمزية اللوحة اللي حضرتك تكلم عنها بتمثل الملك داريوس هو ملك فارسي احتل الدولة المصرية سنة 521 قبل الميلاد لكن هنا بنشوفه بالزي المصري الكامل زي ملك مصري لا نفرقه عن الملوك المصريين وبيقدم قربان هام جدا للحضارة المصرية القديمة هو رمزية أنثى يالسة على طبق هي رمز الماعد رمز الحق والعدل ويعلو رأسها ريشة الماعد رمز ريشة الحق والعدل اللوحة بتتكلم عن الملك داريوس الأول من عصر الأسرة 27 سنة 25 قبل الميلاد بيتكلم الملك الداريوس الفارسي ده داره أنه هو بيقدم الماعد إلى المعبودات الرأسية في المعبد هنا المعبود أمون راع وزوجته المعبودة موت الماعد دي رمز الحقيقة والعدالة والنور والانتظام في مصر القديمة هي الضمير الضمير الإنساني اللي كان بيحيى عليه المصر القديم ودي من أساسيات وأخلاقية المصر القديم أنه هو كان يحيى على الماعد الماعد انتظام لكل شيء في مصر القديمة هو الضمير الإنساني اللي بيعمل بيه كل حاجة بإتقان وهو ده أساس العقيدة عند المصر القديم أنه بيتم عمل كل شيء بالخلال الماعد اللي هو ضمير الإنساني بيكرس بيه أساره للمعبود نظم منتدى شباب العالم معسكرا للدمج تحت شعار معا من أجل العناية بالصحة النفسية شهد المعسكر تنوعا في خلفيات المشاركين حيث شارك عدد من شباب الجامعات المصرية وطلاب المدارس وذو الهمم وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة انطلقت معسكرات منتدى شباب العالم لإشراك الشباب من جنسيات ونوعيات مختلفة ودمجهم ودعمهم نفسيا في مواجهة الضغوط النفسية والتنمر وذلك في ودي النطرون بمحافظة البحيرة ويتي ذلك بالتعاون بين منتدى شباب العالم ومؤسسة حياة كريمة والأكاديمية الوطنية للتدريب وعدد من المؤسسات الشريكة بنظام التعليم التفعلي حيث تستمر المعسكرات على مدار ثلاثة أيام بمشاركة مئة شاب من المصريين والعرب والأجانب ونتحول الآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة أخبار المال والأعمال وصارة نجيب إليك صورة شكرا يوسف وصحار مشاهدين هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة أهلا بكم شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على ثلاثين بالمئة من إجمالي أسهم الشركة الشرقية أسترن كومبني لصالح شركة جلوبل للاستثمار القابدة المحدودة الإماراتية بموجب الاتفاقية الموقعة تستحوذ الشركة الإماراتية على الأسهم بمبلغ 625 مليون دولار مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد اللازمة للتصنيع وتعد هذه الصفقة تأكيدا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات تشارك مصر في منتدى رؤساء البلديات الدولي حول السياحة والمدن المستدامة والذي سيعقد خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من سبتمبر الجاري بمدينة تشينكتشو الصينية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية من مختلف دول العالم وعدد من ممثل منظمات الدولية ومن المقرر أن تتضمن مشاركة مصر حضور وزير التنمية المحلية عددا من الجلسات والفعليات على هامش المنتدى لعرض جهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بالمدن السياحية والتراثية وتطوير البنية التحتية اللازمة لإطلاق طاقات المدن وتعزيز قدراتها السياحية تنفذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفعو مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية في واحة الخارجة في محافظة الوادي الجديد ويوفر المشروع للمجتمعات المحلية وأصحاب الحيازات الصغيرة القدرات التقنية والوسائل المالية والمعرفة والدعم لتخطيط وإدارة موارد الأراضي والمياه والتناوع البيولوجي الزراعي على نحو مستدام أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض متأثرة بانكماش قطاع التصنيع في الصين التي أظهر أو أظهر اقتصادها بوادر تعصر وهو ما أثر سلبا على معنويات المستثمرين وفي قطر انخفض المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي واختتمت التداولات على انخفاض 1 من 10% مع تراجع معظم القطاعات وانخفاض المؤشر وانخفض المؤشر السعودي 3 من 10% متأثرا بتراجع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.3% ذكرت وكالت بلومبرغ أن اندونيسيا ستصدر تأشيرة إقامة ذهبية تسمح للأجانب الذين يدخون استثمارات كبيرة بالبقاء لمدة تتراوح بين 5 و 10 سنوات وذلك في محاولة لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد وأضافت بلومبرغ أن الشخص الذي يستثمر 350 ألف دولار في أسهم الشركات العامة أو حسابات التوفير أو الودائع أو السندات الحكومية سيكون مؤهلا للحصول على إقامة لخمس سنوات أو 700 ألف دولار لعشر سنوات نهاية جولتنا الاقتصادية لتاسعة والآن عودة من جديد لصحر ويوسف إليكم شكرا لكي سارة انطلقت أولى فعاليات مهرجان الإسماعليا الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين ويشارك في فعاليات المهرجان ثماني فرق مصرية كما تشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة كمشاركة شرفية بالمهرجان بحضور الآلاف من المواطنين انطلقت أولى فعاليات مهرجان الإسماعليا الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين حيث تمت إقامة طابور عرض للفرق المشاركة بهذه النسخة من المهرجان المهرجان السنة في دورته الثالثة والعشرين بتشارك فيه 17 فرقة منهم 9 فرق من فرق الهيئة العامة للخصور السخافة من مختلف الألوان الحرية السكندرية والمطروح واللعصر وأسوان والشرقية وسهاج وبرسعيد والإسماعيلية والعريش وفيه 9 فرق من الهيئة بالإضافة إلى فرقة من الإسماعيلية من وزارة الشباب والرياض جولي كده 10 فرق مصرية بالإضافة إلى 6 فرق من الدول الأجنبية نحن اليوم ممثلين عن دولة فلسطين بمشاركة فرقة كنعان الثانية الثانية على التوالي في مهرجان إسماعيلية فلسطين دائما حاضرة بالمهرجان منذ بدايته وهي ثاني ثانية من التشارك في وجودنا اليوم ويقام على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية معرض للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية كما تقام العروض يوميا حتى السابع من سبتمبر بعدد من المسارح المهرجان تشارك فيه ثماني فرق مصرية كما تشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة كمشاركة شرفية بالمهرجان ولا تتوقف المشاركة على الفرق المحلية فقط ولكن يشهد المهرجان مشاركة ست فرق أجنبية من المكسيك ورومانيا وسريلانكا وإندونيسيا والهند وفلسطين سعداء بالزيارة المحافظة الجميلة سعداء كذلك بمشاركتنا بالمهرجان نحن نقدم فلكلور مكسيكي مميز تم إنشاء الفلكلور عام 1940 نحن سعداء بوجودنا في مهرجان الإسماعيلية الدولي لقد شاركنا قبل ذلك ولكن الجديد هذا العام إضافة رقصات مختلفة هذه هي أول مرة لنا في الإسماعيلية ونحن سعداء بوجودنا في المهرجان هذه أول مشاركة لنا في مهرجان الإسماعيلية ونحن سعداء بالمشاركة وتدربنا بشكل مميز وكان الاستقبال لنا متميزاً سواء في الإسماعيلية أو القاهرة كما تدربنا ثلاثة أشهر للاستعداد للمهرجان هذا ومن المقرر أن يقام حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يوم الثامن من سبتمبر وذلك على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب مرة أخرى سارة نجي شكراً صحر شكراً يوسف مشاهدينا هذه وقفتنا الرياضية لتسع فاز أرسنل على ضيفه منشستر يونيتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدور الإنجليزي بهذا الفوز رفع أرسنل رصيده إلى عشر نقاط بينما توقف رصيد منشستر يونيتد عند ست نقاط تغلب ليفربول على ضيفه أستنفيلة بثلاثة أهداف نظيفة في الدور الإنجليزي ثلاثة ثلاثية ليفربول جاءت عن طريق محمد صلاح ودومينيك سوبسلاي وماتي كاش لاعب أستنفيلة بالخطأ في مرمى يرفع ليفربول رصيده إلى عشر نقاط بينما تجمد رصيد أستنفيلة عند ست نقاط أعلن نادي فاسل كوبي الياباني عن التعاقد مع لاعب الوسط الأسباني خوان ماتا لاعب ناتي جالاتا سراي التركي السابق واندم ماتا إلى الفريق الياباني في صفقة انتقال حرة بعد نهاية تعاقده مع جالاتا سراي حيث لم يعلن فاسل كوبي مدة التعاقد وشارك ماتا في ثمان عشرة مباراة بقميص جالاتا سراي وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين فاز الهولندي ماكس فريستابين بصباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورميلا ون للسيارات واحتل المكسيكي سيرجيو بيراز المركز الثاني متفوقا على الأسباني كارلوس سايانز والفرنسي شارل لوكلار صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب تعد سارة الأصمر أول مدير فني الفريق كرة قدم بصعيد مصر متحدية بذلك العادات والتقاليد الصعيدية بمركز البدارة بمحافظة أسيوت بدأت سارة الأصمر مسيرتها الرياضية منذ أربع سنوات عبر بوابة نادي شبان أسيوت وحصلت على التصنيف الخامس على مستوى الجمهورية لألعاب القوى بالإصرار والعزيمة تتحقق الأحلام هنا في الصعيد وتحديدا في محافظة أسيوت أول فتاة تصبح مديرا فنيا لفريق كرة قدم على مستوى محافظة الصعيد سارة الأصمر صاحبة الثلاثة والعشرين عامة حديث الشارع الأسيوطية التي قررت تحقيق حلمها منذ الصغر واقتحام مهنة كانت مخصصة للرجال لتكون مديرا فنيا بنادي الفتحة الرياضية فمنذ أربع سنوات بدأت سارة مسيرتها الرياضية عبر بوابة نادي شبان أسيوت وحصلت على التصنيف الخامس على مستوى الجمهورية لألعاب القوى أنا بدأت بعدين تجاهت للتدريب وبعدين التحكيم وبدأت للتدريب تاني في نادي الفتحة الرياضية درست كلية تربية الرياضية خارجت 23-24 تقدير عام يد يدا تحدية كثيرة وصدامات تعرضت لها سارة لكنها زادتها صلابة وقوة خلال مشوارها وبمساندة أسرتها استطاعت العودة بشكل أقوى ولتطوير خبراتها التدريبية توجهت سارة نحو المسيرة التدريبية مع عدد من المدربين وكانت تتواجد معهم دائما لاكتساب الخبرات بالإضافة للاطلاع على الكتب الرياضية كانت فكرة تعرض أن نشتغل معنا عنصر نسائي في الفريق ففي كذا حد جاء فصراحة سارة جات اهتمت وجات يعني فضت نفسها واشتهدت وكانت حب الموضوع واشتغلت واشتهدت وبسم الله ما شاء الله يعني فيه تطور وفيه الأطفال المستجبين اللعيبة المستجبين معها كانت فكرة أن سارة كعنصر نسائي تقود العملية التدريبية أو العملية العملية داخل الملعب أو داخل المجرى يضف أسيوت كانت فكرة بالنسبة لنا كويسة أن هي كأول عنصر نسائي أو أول بنت تشتغل كمدير فني ما بين حلم تردد في ذهنها وواقع مملوء بالتحديات والصدامات لكن بالسعي والاستمرارية استطاعت سارة تجاوز كل تلك العقبات من أجل تحقيق حلمها نهاية جولتنا الرياضية لتسع والآن عودة من جديد إلى صحر ويوسف إليكم شكرا لك سارة أعلنت وكالة الفضاء الهندية إيقاف مسبارها القمري وهو أول مركبة تصل إلى القطب الجنوبي للقمر وذلك بعد إتمام مهمته التي أجرى خلالها تجارب على مدى أسبوعين وذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن المسبار تم ضبطه على وضع السكون لكن بطارياته مشحونة وجهاز الاستقبال به قيد التشغيل وبهبوط مركبتها على القمر انضمت الهند إلى نجاحات الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفيتي السابق لكنها سبقت تلك الدول في الوصول إلى القطب الجنوبي الوعر بعد وقت قصير من تحطم مركبة الفضاء الروسية لونا 25 في محاولة مماثلة والآن إلى آخر أخبار الطقس مرة أخرى سارة نجيب شكرا سحر شكرا يوسف مشاهدينا هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وحالة الطقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار رتب نهارا على القاهرة الكبرى والوكه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما يسود طقس معتدر الحرارة رتب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقع غدا على محافظات ومدن الجمهورية ونبدأها من القاهرة القاهرة العظمى 34-24 الإسكندرية 31-23 مطروح 30-23 بول سعيد 32-24 الإسم عليها 35-24 ونذهب إلى السويس السويس العظمى 34-24 العريش 31-24 طابة 32-26 شارم الشيخ 37-29 والغرداء 38-29 وإلى الأقصر العظمى 38-27 أصوان 39-28 الوادي الجديد 39-26 شلاتين 39-30 وأخيرا حليب 35-28 والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والآن نترككم مشاهدين مع أبرز لقطة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر 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 انتهت أخبار تاسعة وهذه تذكرة بالعنوي خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتنمية شمال سيناء الرئيس السيسي يوجه بسياغة مسار تنموي متطور ومتكامل يتصق مع أهمية وخصوصية سيناء الرئيس السيسي يبحث مع قيادات إينيا الاستغلال الأمثل لموارد مصر من الطاقة والشركة الإيطالية تعتزم ضخة سبعة مليارات وسبعمائة مليون دولار استثمارات جديدة مدبولي يستعرض الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة ويؤكد أن الأولوية لمبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى هنا تنتهي نشرة أخبار التاسعة ولكن هواء التاسعة مازال متواصل مع يوسف الحسيني زيك يا صحر زيك يا يوسف عملي يا يوسف الحمد لله كله تماماً الشياكة جميلة زي كل مرة طبعاً ده شيء معتد على يوسف الجماعة كده خلاص ما بقاش فيه مهرجان العالمين خلص في نيتو لموزيكا زي ما بيتقال يعني معقولة الواحد يتعود على الحالة دي والله الحالة كانت حالة جميلة بصراحة جداً 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 امبساطة لما كنت هناك صح؟ انا امبساطة لما كنت هنا انت بتمسط في اي مكان انا مبسوط طول ما بشتغل لا والله انا فعلاً بقيت اعمالك متابع حتى الحفلة بتاعت الختام مرح وشايف بقى زملاءنا الشريف وصاره وما يلازلك وتقولوا ليه خلاص هنروح على رأيي الفوازين بتاعتني ايو عارف انت الاحساس ده واحنا برضو هنا حتى اللي كان متابع المهرجان من على التلفزيون بصراحة يعني اللي عملت الشركة المتحدة ان هي تعترض الحفلات ده كان حاجة رائعة كانت صهرات كل الناس كانت بتتفرج يعني في البيوت وكانت كل بيتابع بهجة غير طبيعية الناس كانت مبسوطة حتى اللي مسافرش على رأيك وكانت يتفرج في التلفزيون مبسوط وسعيد بالحفلات ده رجعتني يوسف لأيام زمان لما كنا بنستنى حفلة لالي أضواء المدينة ولالي تلفزيون وكنا نصهر كده كعيلة ونشوف الحفلات دي في الشتاء وفي الصيف لا كانت والله الواحد زعلت انا عن نفسي زعلت ان المهرجان خلص احنا نعمل مهرجان جديد ويبقى شتوي ويبقى لطيف وظريف ان شاء الله تشكرك يا يوسف واشكرك يا ساحر واستأذنكم نبدأ فقرات ده اشتركوا في القناة